السلام عليكم ورحمة الله ومتابعينا الكرام ومتابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية كل الناس بتشتكي من اختفاء ايكون التسليم البحث كل اللي دخل على منصة ادمودو علشان يسلم البحث بتاعه الكتروني اشتكى ان الايكونة مش موجودة ام مش ظهرت عنده التعليم ترد على شكاو الطلاب باختفاء ايكون التسليم الابحاث على المنصة اشتكى عدد من الطلاب واولياء الامور من تأخر ظهور ايكونة التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو وعدم تمكنهم من رافع الابحاث الابحاث الالكترونية على الرغم من ان الوزارة التربية والتعليم بدأت اليوم في تسليم المشروعات وطبعا ناس كتير قال انا جدا بالموضوع ده لان كل مرحلة ولها موعيد لتسليم الابحاث الورقية وكل واحد بيفكر دلوقتي تب لو فضل الموقع مش فاتح او الايكونة ما ظهرتش هنتصرف ازاي كمان في مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشف على ان هناك بعض الطلاب انتهوا من رافع المشروعات البحث الالكترونيا من خلال منصة ادمودو في فعلا ناس سلمت الابحاث بتاعتها الكترونيا وفي ناس الايكونة ما ظهرتش عندهم الوزارة ردت في تصريحات صحفية على الكلام ده الى انه في حالة مواجهة اي مشكلة للرفع البحث على منصة ادمودو هنعمل اي بقى التواصل مع الدعم الفني او الانتظار حتى يتم خفض الضغط على الموقع حيث انه متاح التسليم الايكتروني حتى يوم 16 مايو رد الوزارة ان احنا يحجم الاثنين في حالة عدم ظهور الايكونة اما ننتظر حتى يخف الضغط على الموقع اما ان احنا نتصل على ارقام الدعم الفني اللي هتظهر قدامنا دلوقتي الوزارة خصصت لنا الارقام اللي قدامكم دي دي للدعم الفني والابلاع عن اي مخالفات لموضوع تسليم مشروع الابحاث اي مشكلة قبلك في المدرسة في تسليم مشروع الابحاث تقدر تتصل على الارقام دي كمان اي مشكلة قبلك في التسجيل على ادمودو هتقدر تتصل على الارقام دي وهي متاحة اتصال ومتاحة واتس كمان يعني ممكن تتصل من الواتس على الارقام دي كمان في الختام في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا